مع إعلان محمد توفيق علاوي إكمال تشكيل حكومته سارعت الأطراف السياسية الشعية والسنية والكردية إلى عقد سلسلة اجتماعات استعداد لجلسة مجلس النواب في الأسبوع القادم لمنح ثقة للحكومة المرتقبة تحالف القوة وضع خلال اجتماع موسع شروط للتصويت على حكومة علاوي أهمها أن تحظى الحكومة بثقة وقبول الشعب وتلبي طموح المتظاهرين السلميين وتحديد موعد الانتخابات المبكرة ضمن برنامج الحكومة بالإضافة إلى الإصرار على قضية تمثيل المكونات بشكل عادل في الكابينة الوزارية فضلا عن حق الاعتراض على أي اسم من أسماء الوزارات في كابينة علاوي خلال عملية التصويت في البرلمان وإلزام الحكومة باتخاذ خطوات فاعلة تضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين وحصر السلاح بيد الدولة عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني كشف عن أن القوى الكردية لم تحسم أمرها لغاية الآن وأن الحوارات والمفاوضات جارية بهذا الصدد النائب عن المكون المسيحي ينادم كنة أشار إلى وعد قطعه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على نفسه باستزار شخصية سياسية من المكون في إحدى الحقائب الوزرية بالحكومة الجديدة فيما نفى المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء أبو شهاد الهاشمي وضعه شروطا على رئيس الوزراء المكلف أو التدخل بشأن التشكيلة الحكومية وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي أكد أن إعلان أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة سيتم قبل يوم واحد من جلسة التصويت على الكابينة الوزرية ليطلع عليها الشعب العراقي مبينا أن منصب نواب رئيس الوزراء قد تم إلغاؤه فيما أعلن نواب عن كتل مختلفة أن علاوي أطلع بعض قادة الكتل السياسية على أسماء المرشحين للحقائب الوزرية في تشكيلته الحكومية ينضم إلينا مباشرة من بغداد المحلل السياسي الدكتور علا الخطيب دكتور علا أهلا بك إلى نشرتنا هذا المساء كيف تقرأ كلمة علاوي يوم أمس؟ تحية لك ولمشاهدي قناة الحرة بالتأكيد يا سيد العزيز كلمة السيد علاوي الرئيس الوزراء المكلف كانت كلمة متزنة ولبت شروط كثيرة مما يطالب به الشعر العراقي من تقديم المسببين في قتل المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة وكل حقيقة المساء المتعلقة التي طالب بها الشعب العراقي كانت حاضرة في كلمة السيد علاوي يعني السيد علاوي حقيقة مصر على تبديل وتغيير قواعد اللعبة السياسية في العراق ويقول لا يمكن أن تكون هذه اللعبة مستمرة لعبة المحاصصة حقيقة بعض الكتل السياسية تريد أن تبقي الوزارات في خانة الاستثمارات والمكاسب لهذه الكتلة أو تلك السيد علاوي يريد لهذه الوزارات أن تكون وزارات وطنية وزارات للشعب العراقي وليست وزارات للكتل والأحزاب وبالتالي هذا هو سر الخلاف بين السيد علاوي وبين الكتلة السياسية الكتلة السياسية تريد أن تفرض شروطها وتفرض حقيقة مرشحيها على السيد علاوي إلا أن سيد علاوي يقول أنا المسؤول عن اختيار الوزراء لأنني أستطيع أن أحاسب الوزير الذي يهمل والذي يسي استخدام السلطة وبالتالي أنا المسؤول الأول عن هذا ولا يمكن حقيقة أن أحاسب أي وزير يأتي من خلال الأحزاب أو من خلال الكتلة السياسية كيف سيواجه من قام بقتل المتظاهرين واعتدى عليهم؟ كيف؟ هل لديه سلطة أو قوة؟ هل هو مدعوم بقوة؟ ربما يستطيع باعتقال قادة ميليشيات متهمون بقتل المتظاهرين أو شخص مسؤولة في الدولة هل باستطاعة علاوي يفعل ذلك؟ وهو مدعوم من هذه الأحزاب لا هو ليس مدعوما من هذه الأحزاب هذه معلومة خاطئة هو المدعوم حقيقة هو رجل مستقل ليس مدعوما من هذا الحزب أو ذاك لكن هو قال بشكل واضح جدا سوف أقدم من تسبب في قتل المتظاهرين مهما على شأنه وبالتالي القانون هو الذي يجب أن يسري في العملية وليس المحاباة لا أحد حقيقة فوق القانون في أي مكان هذا ما يريده أسير علاوي أليس هو مدعوم من تحالفي الفتح وسائرون؟ أليس تحالف الفتح وسائرون من جاءوا بيبي علاوي؟ لا أدعم شيء وجاءوا به شيء ثاني لا هذا كلام حقيقة لا يجانب الصحة مدعوم شيء ما الفائدة؟ من جاءوا به شيء ثاني اسمح لي أكمل الفكرة رجاء اسمح لي أكمل الفكرة سيد العزيز أولا كان أسماء التي طرحت قبل سيد علاوي كانت كثيرة يعني طرح العيداني وطرح السيد السوداني وطرح السهيل وطرح كثير من الأسماء وهذه رفضت لكن السيد علاوي كان أيضا اسمه مطروح في ساحات التظاهر وكان له مقبولية في ساحات التظاهر ورفع صوره في ساحات التظاهر وبالتالي جاء هو يعني الاختيار الضرورة اختيار الذين يدون أن تخلصوا من المأزق ولكن دكتور دكتور علاء دعنا لا نذهب على الواقع نعم هل تتابع ساحات التظاهر؟ هل تابعت ساحات التظاهر؟ هل تابعت الهاشتاغات التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هناك رفض قاطع لمحمد توفيق علاوي وكل من جاء بمحمد توفيق علاوي المتظاهرون يريدون شخصية المستقل هذا كلام غير صحيح كيف غير صحيح؟ هذا كلام غير صحيح هذا يدافي الواقع؟ لا يمكن التعميم حبيب صوره مرفوعة في ساحات التظاهر لماذا لا يذهب لساحات التظاهر بنفسه؟ هناك صور رفعة لساحات التظاهر نعم هذا ليس الشرط أن يذهب إلى ساحات تظاهر إذا كانوا مرشح ساحات التظاهر لماذا لا يذهب إلى ساحات التظاهر ومن هناك يعلن برنامجه للحكومة الجديدة ويحظى بدعم الشارع لماذا لا يذهب إلىهم أنا لم أقل هو مرشح ساحات التظاهر أنا دقيق جدا في نقل المعلومة أنا قلت أنه صوره كانت مرفوعة في ساحات التظاهر ساحات التظاهر فيها انقسام كان بالنسبة للسيد علاوي ومناسب التأييد ربما كانت في بداية التكليف منخفضة لكن الآن مناسب التأييد للسيد علاوي في الشارع العراقي ارتفعت كثيرا لو نظرت إلى منحنة تأييد للسيد علاوي في الآون الأخيرة لرأيت أن الشارع العراقي طيب ارتفعت بناء على ماذا هناك استفتاءات حصلت في ساحات التظاهر واضح دكتور اسمح لي الله يخليك بس خلينا أوجه لك السؤال هناك استفتاءات حصلت في ساحات التظاهر طرحت عدة أسماء والدكتور وأيضا محمد وفيق علاوي لم يحصل على أي صوت خلينا نكون واقعين لا الاستفتاءات اسمح لي الاستفتاءات لا 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 المشكلة أنت تعتمد على الفيسبوك أنا لا أعتمد على الفيسبوك هذه مصادر متظاهرين يخرجون على موضوع التنوات أولا أولا هي ليست اسمح لي يا سيدي أولا ليس هناك عندنا منظمات للاستطلاعات الرأي العام حتى نقول ما عندنا هذه القضايا موجودة يعني ما عندنا استطلاعات الرأي حتى نقول أن هذه الاستطلاعات صحيحة وإستطلاعات هذه خطأ يا سيد العزيز الاستطلاعات هذه الاستطلاعات يمكن للمجموعة معينة وتعرض فيها هذه الاستطلاعات رسمية يعني أنت تعلم وأنا أعلم وأنت إعلامي وأنا إعلامي وإحنا نتحدث بطريقة علمية مهنية لا يمكن حقيقة الاعتماد على مثل هذه الاستطلاعات في الرأي لكن أنا أقول لك بشكل واضح جدا نعم من حق الناس أن ترفض علاوه ومن حق الآخرين أن يقبلوا بعلاوه وبالتالي لا يمكن التعميم يعني هناك من رفض سيد علاوي طيب كيف تريد أن يثبت لك المتظاهرون في كل مكان دكتور علا كيف سيثبت لكم المتظاهرون أنهم لا يرضوا يعني كيف هل هناك طريقة محددة لإيصال هذه الرسالة لعلاوي أترك لك أخر جواب سيدي أولا يثبت لنا من نحن أولا أنا جزء من الشعب العراقي والسيد علاوي أيضا هو جزء من الشعب العراقي وبالتالي هو يريد أن ينفذ رغبات الشعب العراقي وهو الذي طلب من المتظاهرين أن يبقوا في ساحة التظاهر ويعلنوا رفضهم وبالتالي هو يريد أن يكونوا يدا داعمة وضاغطة على الكتل السياسية والأحزاب المتسلطة وبالتالي السيد علاوي هو أول من دعا إلى وقوف هؤلاء في ساحة التظاهر إذن عندما نتحدث حقيقة عن أنه الرفض والقبول هذه قضية ثانية اليوم نحن انتهينا من هذه الصفحة هل تمر الوزارة أم لم تمر التشكيلة الوزارية سأقول لك بالثم المليان بأنها ستمر وستتغير قواعد اللعبة وبالنتيجة هو محاسب قتلة المتظاهرين هذا أهم ما يطالب به المتظاهرون بالتأكيد وهذا ما تعهد وهذا ما تعهد وهذا ما تعهد به سيد علاوي شكرا جزيلا المحكمة السياسية دكتور علاء الخطيب حياك الله حبيبي تحياتي شكرا دكتور